بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشعر حدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينه قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسره عن عمر بن الشريد عن أبيه قال أردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا قلت نعم قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مئة بيت وحدثنيه زهير بن حرب وأحمد بن عبده جميعا عن ابن عيينه عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمر بن الشريد عن أبيه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة وزاد قال إن كاد ليسلم وفي حديث بن مهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال ابن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم وحدثني بن أبي عمر حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خل الله باطل وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خل الله باطل وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل ما زاد على ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية حا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حا وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلأ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلأ شعرا قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يقل يريه حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلأ شعرا حدثنا قتيبة بن سعد الثقافي حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعد الخدري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الشيطان أو أمسك الشيطان لأن يمتلأ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلأ شعرا باب تحريم اللعب بن الردشير حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقامة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بن الردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه